يمثل الالتزام بالعمليات الزراعية المصابها مفتاح نجاح زراعة أي محصول سواء في المشتل والأرض المستديمة وفي مشاتل البذنجان يجب أن يراعي المزارع لاهتمام بعمليات تنعيم الأرض وحرفها جيدا وإضافة السماد العضوي المتحلل والالتزام بالرأي بالكمية والمواعيد المصابها هكذا يمكنه إنتاج شكلة قوية ذات مجموع جذري قوية تنجح زراعتها في الأرض المستديمة طبعا إنتاج الشتلات من العمليات المهمة جدا واللي بتأثر تأثير كبير جدا في عملية الإنتاج خصوصا للمحاصيل الصيفية طبعا فيه فرق كبير جدا بين إنتاج الشتلات في المشتل وإنتاج الشتلات باستخدام صواني الإنبات طبعا كل معروف جدا أن مثلا الزراعة بالشتلات أفضل من الزراعة بالبذنج ثانيا أن اللي إحنا عندنا كمان إشتراع في صواني الإنبات أفضل من إزراع في المشتل بحيث اللي إحنا عندنا إن إنتاج الشتلات في صواني الإنبات أكتر ميزة بتميز إنتاج الشتلات في صواني الإنبات إن إحنا فكرة صواني الإنبات أساسا أن اللي هي بتحافظ على المجموع الجذري لو ما يتقطعش لأن طبعا ما بيجي أقلع الشتلات من أرض المشترة العادية بيتقطع المجموع الجذري وأهم جزء اللي بيتقطع اللي هو الشعيرات الجذرية اللي هي أساسا بتقوم بامتصاص الماء والعناصر الغذائية بالاضافة ان ارض المشتر ذات نفسها بتبقى مبوقة بالامراض عشان كده بدأنا نلجأ لاستخدام صواني الانبات لان صواني الانبات الميزة اللي هي بتحافظ على المجموع الجزري وبالتالي انما بقلع او باخلع الشتلات من الصواني بتخرج بالمجموع الجزري كامل من غير تقطيع عشان كده نقول عليها عملية نقل مشتل منقلها من وسط الصينية للارض المستديمة مباشرة وبالتالي عندها دلوقتي الصواني مكنتنا كمان اللي احنا نشتل اي محصول خضار يعني دلوقتي كان صعب جدا نشتل مثلا بتفزي العيلة القرعية الخيار اللي كانت لوب دلوقتي ممكن اللي احنا نشتلهم عن طريق اللي انا لو انا نزرعهم في صواني الانبات حتى البامية دلوقتي او موحظا العيلة البقولية الفصولية مثلا برضا جميعنا نزرعها دلوقتي باستخدام الشتلات طبعا ان الشتلات بتدينا محصول مبكر انتاجها بيبقى افضل وبالتالي ده الاتجاه الصواني عموما بتتكون منه عين اللي هو الفوم المضغوط بتتكون من فيه صواني 209 عين بالشكل دي بتبقى عبارة عن 11 في 19 11 في 19 بدنا 109 عين ودية بتنزرع فيها انواع من الخضر زي الشطة البدنجان الفلفل الكورومب كذلك ينزرع فيها زيادة المجموع الخضرد الضيق شوية تاني حاجة صواني الفوم 84 عين تبقى بالشكل دوت 84 بتنزرع فيها القرعيات ودي من اهم من اهم الصواني اللي هي 84 ديت كان الاول كان ممنوع او صعب ان احنا نزرع القرعيات في الشتلات باللوقتي اصبحت ننتجها بشكل ممتاز بالنسبة عندنا اول مرحلة من مراحل الانتاج الاول حاجة اللي احنا لازم نعمل تعقيم الصواني اولا لو الصواني الانبات جديدة ما بنعقمهاش بنبدأ نعملها عملية غسيل بالمية سريعا وبعد كده بنبدأ نزرع فيها اما لو كانت الصواني بتبقى صواني مستعملة لازم ان احنا بنعمل لها تعقيم او تطهير اللي احنا بنبدأ ننقعها فيه محلول من الفرمالين بتبقى نسبته واحد في المية يعني عشر سنتي على الريت او ممكن محلول من الكولورت اللي هو تلاتة في المية يعني تلاتين سنتي على الليت لمدة خمس دقيق وبعد كده بنعمل لها غسيل وتكفيف ونبدأ نزرع يبقى دي اول مرحلة عندنا اللي هي ايه التطهير اشت الصواني تاني مرحلة اللي هي البيئة ودي طبعا البيئة اكتر واهم مكون عندنا في الصينية طبعا بيئة الصواني بتتكون من مكونين رئاسيين عندنا اللي هما البيتموس والفيرموكلايت طبعا بتبقى نسبته من واحد لواحد يعني لو نستخدم خمسين كيلو او بالا من البيتموس بيبقى صدى خمسين كيلو من الفيرموكلايت بنبدأ نحط معاهم مكون رئيسي تالت اللي هو بودرة البلاط وحوالي اربعة كيلو طبعا لان البيتموس بيبقى تأثيره الفيسيولوجي حامدي لازم احسن بيئتش لنمو الشتلات بيبقى من ستة لسبعة لقواسط التعادل عشان كان نحط لازم معاهم أربعة كيلو جرام من بودرة البلاط بنبدأ نحط جزء تالت من المكونات اللي هي العناصر الغذائية اللي بتحتاجها الشتلات في خلال اللي هي مرحلة النمو بتاعتها بنبدأ نضيف حوالي ربع كيلو جرام من نترات الأمونيوم ونص كيلو سبر فوسفات وربع كيلو من سلفات البوتاسيوم بنحط معاهم خمسين جرام مطاهر فطري وخمسين جرام خليط من العناصر الصغر كل المكونات دي بنقلبها مع بعضها تقليب كويس جدا ونسيبها مع بعض المدة يوم بحيث اللي يحصل عامليه التجانس ثم بعد كده طبعا الخلطة بتتبقى جاهزة عندي بنملأ الصواني الصواني فرغة لو سمحت يا عزوز أحمد لا فاضل بنملأ الصواني بالشكل دوت حاجة عادة بزاوية خمسة واربعين ملء الصواني هنملأ الصناية ديت الباشواندس بزاوية خمسة واربعين ويرعب عند الصناية ان احنا لا تدكي الصناية برفق زي ما انت شاف حضرتك كده ثم يتم مسح مسح الصناية جيدا تماما بازا الشكل الخطوة اللي بعد كده يوجد عملية اسمها عملية التبصيم واما تكون يدويا كهيك كده بالزبط كده دي التبصيم اللي هو اليدوي وهو المكسوب بيه عمل تجويف لوضع البزرة فيه لاما التبصيم بحاجة اسمها البصومة بس هنفضل التبصيم اليدوي بيجي بعد كده الخطوة كده بخطوة الزراعة بيجي بنحط في كل عين حباية واحدة فقط لها غير او حبايتين في حالة ما يكونش البزرة هوجو او من النوع اللي هو الهاجين يعني من النوع اللي هو الهاجين بنحط بزرتين في كل عين بزرة اتنين زي ما انت شاف حضرتك كده تيجي الخطوة اللي بعد كده بعد مرحلة الزراعة مرحلة التخطيين والتخطيين بتكون خفيفة بورد مراعاة عدم دك الصينية بس زبط كده بعد ذلك بترش الصينية رش خفيف جدا بالماء وذلك في حالة الصيف رش خفيف جدا في ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة دلوقتي مرحلة الرش يعتبر حاجة اسمها تنسيم حاجة خفيفة خالص في الزل ان احنا في الشتاء ودرجة الرطوبة مراعاة درجة الرطوبة ودرجة الحرارة فلازم يكون حاجة خاطفة خالص زي ما انتش حضرتك شاف كده المرحلة بقعد الرش على طول مباشرة او التنسيم اللي احنا بنقول عليه ولازم التنسيم ده تكون بدرجة خفيفة عشان مطلع البزور يبقى في التميم فبنيجي دلوقتي حضرتك بعد كده بنعمل حملية الكمر الكمر منشي الصينية مش راك لدوك كده نحطها على هي كده اه زي ما هي كده نحط من حوالي من عشرة لخمستاشر صينية فوق بعضها ويتم كمرها بالبلاستيك او بالغطاء البلاستيكي دوك ويراعة صينية صينية ويراعة وضع صينية صينية خارقة ويراعة وضع صينية فارقة فوق الصينية الاسية متحطين فايدة الصينية الفارقة ديت بزور لما بتطلع ما تطلع ما تغبطش في المشمع كده مش قدر تقوم تاني لو بطلعت وخبطت في المشمع ما تقومش تاني فالصينية الفارقة بتخلى تطلع بامباد كويس بنبدأ نكشف عن الغطاء البلاستيكي بنقدر نكشفه بعد من تلاتين لخمسة وتلاتين يوم من الزراعة عند اتمية العشرة في المية من عشرة لخمشر في المية من الامبات بنكشف الغطاء البلاستيكي ونبدأ نفروز تاني بالشكل الموضح قدامكو دلوقتي في الزق دهوقت مكشوب بقاله خمسة وتلاتين يوم المرحلة اللي بعد كده على طول بعد كشف الغطاء البلاستيكي وطلوع البادرات بنبدأ نودع فين في اللي هي صوبة النت اللي هي الجو المحتدل علشان نتفادى سقوط البادرات وده اخطر مرض بيواجهنا في رعاية الشتلات فهنشوف دلوقتي سقوط البادرات بنقدر نفيده ازاي ونشوف مواصفات الشتلة الجيدة هنعملها ازاي دلوقتي حالا مرحلة بعد كده مرحلة رعاية الشتلات نبتد نرش الشتلات بعد ما نتطلع بالشكل اللي شايفي عددك قدامه دلوقتي بنرشه بمبودات فطرية ومبودات حشرية مبودات الفطرية او الحشرية لتجنب الزبول او العفن الزبولي او سقوط البادرات عشان تطلع بالشكل الممتاز اللي قدامه دلوقتي واهم ما في الموضوع كله مزير عشان يشتري صانية زي دي كده لازم يتأكد من خلوها اول حاجة بيعمل بايده كده لخلوها يضمن خلوها من الحشرات والزبابة البيضاء تاني حاجة بيشيل بالشكل ده كده لابد وان تكون الشكل المخروطي بتاع الصانية موجود بكامل جزارها تالت حاجة السيق السيق لازم يكون سمين بهذا الشكل ما تكونش اللي ما بسموها من مثل وعا رابع حاجة تكون الصانية خفيفة ليه خفيفة؟ عشان يضمن ان هي البيئة بتاع الزراع مش مخشوشة بالرمل وخلفه ودي هذا اللي يعني في الموضوع واهم حاجة ان هي تكون خالية من الأمراض الفيروسية يساعد الحرص على إجراء العمليات الزراعية الصحيحة في المشتل على إنتاج شتلة قوية ترفع من إنتاجية الأرض المستديمة كما أن الالتزام بهذه العمليات يقش ثلاثة من الإصابة بالأمراض والحشرات المختلفة وإن كان ذلك لا يغني عن ضرورة نقع المجموع الجذري للشتلة في محلول من المطاهر الفطري قبل زرعتها في الأرض المستديمة